هذا يسأل عن النظر إلى الكعبة هل هو عبادة؟ ما صح في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن مجرد النظر إلى الكعبة يكون عبادة ولا أمرنا بالنظر إلى الكعبة ما أمرنا بهذا؟ أمرنا بالطواف بالكعبة والصلاة، استقبال الكعبة في الصلاة وأمرنا باستلام الركنين اليماني والحجر الأسود هذا الذي أمرنا به أما النظر إليها مجرد النظر هذا ما أعرف فيه دليل